بدر الشيباني رياضي ومغامر وشاب أعمال سعودي هكذا بيعرف عن نفسه على تويتر وكان له تغريدة على الموقع من أيام لاقت تفاعل كبير بدر غرد وقال إنه بيذكر إنه شاف وثائقي عن البراكين وهو صغير وكان في عالم واقف على حفة بركان والحومم بتطير حوله وإنه من هذه اللحظة قرر يعيش يوماً ما نفس التجربة الحلم تحول إلى حقيقة وتحديداً في بركان مسايا في نيكاراكوا بدر وثق بصور وفيديوهات رحلة للبركان وهذه الصور والمقاطع لاقت تفاعلاً كبيراً بدر خصنف تفعلكم بالمقطع اللي حتشوفوه اللي بيعطينا فيه تفاصيل مغامرة المثيرة أول مرة في تاريخ البركان أحد ينزل لهذا المستوى في دولة نيكاراكوا فكانت صعوبة أخذة صاريح ومن ثم تجميع الفريق المناسب لعمل جميع الاستعدادات من وضع الحبال ووضع الأوتدة ووضع وسائل السلامة أخذت من الرحلة تقريباً أسبوع طبعاً شعوري عندما أقول متعلق بحبل على مسافة 20 متر من البركان يعني مفردات اللغة العربية لا تستطيع أن تصف صراحة شعوري يسموها الأدريني الرش أو النشاط بالدماء تضخ درجة المخاطرة عالية لكن في نفس الوقت أقول سبحان الله تفكر في مخلوقات الله تفكر في بديع خلق الله تفكر في مصنع الله طبعاً علم السعودية كان معايا وكان دائماً يرافقني في جميع المغامرات اللي بسويها